مسلسل ديرل ديكسون الجديد المشتق من The Walking Dead تابعت أول حلقتين وخلوني أعطيكم انطباع وتقييمي بدون حرك أفضل شخصية بالنسبة لي في The Walking Dead أحداث مسلسل وتبدأ بكل اختصار لما يلاقي نفسه مرمي لوحده في شواطئ فرنسا كيف وصل للشاطئ وإيش الرحلة اللي راح يخوضها ومين الناس اللي راح يقابلهم هذا انتوا اكتشفوه بنفسكم من مميزات الممثل نورمان ريدس إنه يقدر يشيل عمل لوحده خصوصا بشخصية مثل شخصية ديرل الشخص الانطواي اللي يحب العزلة وتقدر تشوفه من أطيب الناس وبنفس الوقت تقدر تشوفه من أشرسهم كأول حلقتين أنا جدا انبسط من اللي شفته كتصوير وإخراج واداء تمثيلي خصوصا سرد القصة والجميل في القصة إنها متشعبة وما لها توجه واحد مناسبة جدا لشخصية مثل شخصية ديرل كشخص يحب المساعدة والترحال المسلسل يتكون من 6 حلقات وللآن نزلت حلقتين وتنزل كل يوم اثنين بشكل أسبوعي وتقدر تتابع المسلسل جميع المواقع على الإنترنت ما يحتاج تتابع The Walking Dead كامل عشان تتابع هذا المسلسل تقييم الشخص الأول حلقتين من مسلسل ديرل ديكسون والثمانية فاصة خمسة من عشرة السلام